في ظل تحقيق هذه المقاربة وتنفيذها أيضا وتوصيات جلالة الملك هناك أعداد كبيرة جدا من المهاجرين غير الشرعيين كانوا خلال سنوات مضت آخر إحصائية كانت عام 2019 هل هناك إحصائية جديدة لأعداد المهاجرين سواء القادمين من أوروبا أو الذين يخرجون من المغرب تجاه أوروبا أيضا هناك كان تصريحات إسبانية متعلقة بهذا الخصوص وهل من تأثير لكورونا على ذلك أولا إذا فهمت سؤال المبادرة الملكية السامية مكنت أكثر من 50 ألف مهاجر غير نظامي من تسوية وضعية الإقامة بالمغرب وبالتالي فأن هذه الأعداد الكثيرة من المهاجرين غير نظاميين اندمجت اليوم في المجتمع المغربي وتمارس أنشطتها كباقي المغاربة بالنسبة للتدفقات حول الشواطئ الأوروبية في 2019 أحبطنا ما يقارب 80 ألف محاولة هذه السنة مع ما أثمره الكوفيد تم إحباط 42 ألف محاولة للهجرة غير نظاميين وحول الشواطئ الأوروبية يعني أن هناك تقلص في عدد المرشحين لركوب هذه المغامرة تأثيرات فيروس كوفيد 19 على ملف الهجرة كان هناك تقلص في بداية السنة كان هناك تقلص في عدد المرشحين لركوب قوارب الموت إلا أنه ظهر فيما بعد بروز طريق قديم جديد وهو الطريق الذي يصل بين جزر الكناري والدول الإفريقية جنوب الحدود المغربية هذه الطريق فعلت كون أن انسداد أفق ركوب الطائرات لأن المطارات الأوروبية كان هناك توقف لحركة النقل الجوي فظهرت هذه الطريق القديمة التي كانت قد ظهرت في بداية الألفية الثانية إلا أنها توقفت لأن مع بروز الطريق المتوسطية المستجد الذي شفناه هذه السنة مع الكوفيد 19 وهو ظهور هذه الطريق التي مكنت من وصول أعداد لبأس بها إلى جزر الكناري علما أن في 2006 نفس الطريق كانت مكنت من وصول تقريبا 30 ألف مهاجر غير شرعي إلى جزر الكناري ترجمة نانسي قنقر